السلام عليكم تعالوا نعمل النهاردة فطار سهل وسريع وفي 5 دقايق وهناكل أجمل فطار تقدروا تعملوه بكل سهولة قبل ما نبدأ ما تنسوش ان انتوا تعملوا لايك للفيديو ده لو عجبكم وكمان تشاركوا في قناتي عشان تشوفوا ان شاء الله كل يوم وصفة جديدة واعملوا شير كتير عشان غيركم يستفاد ويلا بينا نبدأ أول حاجة كده جبت 3 بطاطسات متقشرين كبار استخدموا المقدار اللي انتوا تحبوه حابين تضعفوا الكمية فأعملوا كده بشرت البطاطس كده زي ما انتوا شايفين طبعا مش هينفع خالص ان احنا نسيبها متعرضة للهوى كده هتلاقوا لونها تغير فأنا حطاها في المياه كده شوية لغاية منقطع بصلايا لقطع صغيرة جدا ممكن كمان ان احنا نبشرها بس لو انتوا بشرتوها اعصروا المياه اللي جواها أو تقطعوها صغير كده زي ما عملتها حسنا هنا بقى هنطلع البطاطس من المياه وهنعصرها كويس جدا حاولوا ان انتوا تضغطوا عليها كويس علشان تنزلوا كل المياه اللي فيها دلوقتي بقى جبت طبقة غويت هضيف فيه البطاطس وكمان البصل اللي قطعناها رفيع جدا وعليهم فصين توم مهروسين هضيف معلقة صغيرة ممسوحة من الملح وهضيف كمان رشة من الفلفل الاصمر تقدروا كمان في المرحلة دي ان انتوا تضيفوا شطة أو كمون أو اي بهرات انتوا تحبوها انا اكتفيت بالفلفل والملح ونقلبهم كويس جدا نضيف ليهم بضايا واحدة ونقلب كويس جدا كل المكونات مع بعضها دلوقتي هنضيف اربع معالق من الدقيق انا استخدمت دي اصمر عشان تكون صحية اكتر يعني ونقلب المكونات دي كويس جدا في المرحلة دي هنجهز طاصة وما تكونش بتلزق ولو مش عندكو طاصة فال ما بتلزقش تقدروا ان انتوا تستخدموا الطاصة الالمونيوم بس تدهنوها كويس من الزيت انا استخدمت معلقة واحدة بس من الزيت واول ما تسخن هناخد كده شوية من البطاطس وهنعملها قراص جوا الطاصة كده زي ما انتوا شايفين بالطريقة البسيطة دي ونحاول ان احنا نسويها ونخليها كلها قد بعضها هنغطيها طبعا عشان البطاطس تستوي معنا بسرعة وهنسيبها كده تستوي وهنحضر شرائح من الطماطم الرفيعة وكمان فلفل اخضر سواء بارد او حاني ده طبعا على حسب الرابع هنا بقى حنشوفها احمرت رلاء اول ما نلاقي ان هي احمرت كده تحت فبنقلبها على الوش التاني شايفين لونها بقى حلوة جدا تقدروا كمان ان انتوا تحمروها او تساوها في زبدة بتكون حلوة جدا برضو هنا بقى حطيت شرائح الطماطم كده على كل واحدة وهضيف كمان جبنة مودزاريلا تقدروا تضيفوا اي نوع جبنة جبنة شيدر او جبنة رومي اي نوع جبنة انتوا تحبوه وضفت كمان فلفل وهنغطيها علشان كمان تكمل سواء وكل الخضر ده يدبل معانا واول ما بنلاقي ان خلاص كده كله دبل واستويتوا بقى التمام بتكون معانا بالشكل ده هرش كده على الوش رشة من البابريكا عشان تديها طعم حلو وشكل حلو كمان شايفين شكلها طبعا شكلها مشاهي جدا وعايز اقولكم نطعمها بجد طحفة يعني انتوا لازم تجربوا الوصفة الحلوة دي دلوقتي خلاص استويت وهنطلحها بقى من الطاصة شايفين شكلها تقدروا كمان انتوا تعملوا الطماطم وكعبات صغيرة كده وما تخطوهاش شريحة برضو هتكون حلوة جدا برضو وهنغطي كده بالغطة لغاية ما الطماطم تدبر والفلفل وهتكون معانا بالشكل الامر ده الوصفة دي حلوة جدا يا جماعة ومشاهية ولزيزة وكمان تغيير عن اي وصفات تانية تقليدية فعلا وصفة تستحق التجربة سهلة وبسيطة ولزيزة جدا لو الفيديو عجبكو فعملوا لايك وشير وكمان اشتركوا في القناة واستنوا ان شاء الله الوصفة الجاي بكرة ومع السلامة شكرا